في سؤال جانا عن فوائد أو ماء المطر هل له أضرار أم له فوائد فماء المطر في كلام كثير عنه يقول يقال أنه في أبحاث علمية دراسات علمية حديثة جدا أن الله يرفع عن شارب هذا الماء كل دائن في جسده الماء المطر يعافي ويخرج من عروق جسم الإنسان ومن جميع أعضائه أي سسم من لأنه ماء سمي في القرآن ماء طهور ماء طهور الماء هذا يحتوي على جميع ما يتطلبه الإنسان من مكونات من أملاح معدنية من كل حاجة يعني البوتاسيوم المغانيزيوم يعني مكونات الماء موجودة في مكونات ماء المطر لك شير لاش مجموعة دي الناس كي قدوا بيئتين يعني كي يقول لك أنه كي يجي كتجي فيه واحد البنة أن يغير المعتاد نعم صراحة وفي أبحاث علمية وجدت أن الناس اللي بيعتمدوا كثير على شرب المطر خصوصا الناس اللي في البوادي نساء هنا لا يصبن بالعقم أو حتى الرجال يعني قليل عندهم قليل نسبة العقم إلا إذا كان فيه خلل مثلا في خلل تشوه خلقي أو مشاكل هيك يعني أنه ماء المطر ماء يساعد على الناس اللي ما عندهم أي مشكلة في الإنجاب أو أي مشكلة يعني أنه يكون عنده ولد بل أنه فيه خلل هرموني أو هذا فماء المطر ممتاز جدا لهؤلاء الناس عندنا ماء المطر سبحان الله العظيم أي واحد بيغتسل به أي واحد بيغتسل به بيطرد يعني كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام أن العين حقه والسحر حقه يعني يطرد عليه المشاكل العين والسحر إذن شرب ماء المطر يخفف من الزكام شرب ماء المطر يخفف من الزكام وهذه الحكمة من أمطار الواحد لما يصير عنده هذا بيصير فيه سيلان من الأنف السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا للمشاهدة